اليوم نحب نغير وصار هذا مع فيصل لحذيري نفس الشيء في وقت ما قال نحب نبدل ونحب نغير من البرنامج دونك انتي على هذا الاساس قبلت انك تكون موجودة في البرنامج ولحقيقة امتعرابي اعطتني كاخت بلانش طوا نجيو للجانب الاخر اللي هو البرباراتيون والي أنا بدي زادة في وقت من اللوقات في المسلسلات ولو يقول وسوس المعارجين تستخال روحها فهمتي كنت نقول يا ولادي مايجيش ناخدمورة ونبدأوا نصوروا احنا مش قارين سيناريو يا ولادي رو مايجيش ممثلين يتقابلوا بشي صوروا المشهد نهارة المشهد في اخر وقت هو مايجيش هاكا معناها فهمت كي القينا روحنا فاس دو مور معناها قدام الامر المقضي عندك مستشهرين على ظهرك يستنيوا في فلوسهم بشيراوها عندك قناة تستنى بشتبع بشتعتي تحط لها لبخودوية سورانتين وانتي تلقى روحك معناتها بخيه entre المخطوة الانكلوم هنا كنت النجم نبطل فهمت فما الغسرة هذي كمتاع الوقت وكان البرنامج بشي يكون فيه حاتم بن عمارة حاتم بن عمارة لحكينا ما تحصلتش عليه حسب ما فهمت ما نجمش معناتها سيتان غرو شانتيه ما نجمش يكون حاضر معناتها بشي لم هذك الكل وفما غيداكسيون وفما بكو دكرون ما نجمش يكون فما ناس أثروا على حاتم بن عمارة كارير بارك الله وتجربة كبيرة واسم كبير ويوم بشي يلعب الاسم انتاعه يمكن وانا نحترمه في هذا يمكن نجم يكونش بد روحه معناتها على خطر ما ما يحبش يلعب باسمه وانا نحترمه في هذا اما انا هذك عملت وراه ورففت قديش من مرة شوليت الحكاية ووليت ساوس اني معالش كنت استخال في روحه تعتبرها مغامرة مغامرة طبعا هو تحدي هو تحدي وهو مغامرة وكيما انا اكل عام مشيت للمسرح وانا ما انا عندي حتى فكرة المسرحية الوحدة اللي ريتها وقتها في حياتي اه اه مسرحية لمين نهدي لا نعرش معناها مسرح تجريبي ولا نعرف ارتو ولا نعرف بريشت زين بفرحات حالك ما قتلي شي اخرج انت شكونك تعمل في الرداءة قتلي ايجا ايجا نعلمك ايجا عيش بنتي وهذا يا اللي انا اليوم ما لغو زمان كيما قوت لك مشيت للمسرح حبيت نعمل دروس مسرح حبيت نحب عندي تجربة نحب نتقاسمها مع الناس هذوما والناس هذوما اذا كان اليوم واعين اللي هوما يعملوا في حاجة ما يحبوهاش ولكن عندهم المعطى الاقتصادي يلزمهم يعملوا البوز اليوم باش تبيع يلزمك تعمل الفيو ولايك على الديجيتال للأسف الشديد وفنبه حاجة اخرى زيدة ونستدعي وجولانس انابل للعلماء النفس عملونا دي زيتود سوسيولوجيك خنفهم وهذا يا هالتونسي اللي يتفرج ويستهلك ويمشي الباجم بتاع القناة ويتفرج فيها الفيديو ويجي يسب راهو ملاش باش نتطورو وانا تفهم انسكيزوفريني جنرال هو المخليتنا لتقدموش التونسيلي هو ينقد الحاجات ديك ولكن انتي تساهم في نجاحة كي تتفرج عليها يعني باش تعبر سامحوني على الرفض متاعك ولا تعبر على عدم الرضا متاعك على البرنامجة ديك اللي يسمك ما تتبعوش ما تعملوش فيه اذا انتي تفرجت وتفعلت راهوهوما بالنسبة لهم وصلوا للمبتغى متاعهم وصلوا للهدف متاع وهذيك الكلو في العالم اجمع وميما يوم معناتها ما نقعدوش فاكل لوتوف لاجيلاسيون بتاع جلد الذيت متاعنا احنا سبيسيال في العالم ليه هذيك العصر وهذيك العالم كيفاش انتي حتى كتشوف المصار والي احنا معناتها نشيدوا بمستويهم سويا في الدراما ولا في البرامج يخي اسعاد يونس كيف مشيت تعمل في صاحبة السعادة هاو عندها تاريخ وعندها كارير وعندها فلوس تنجم تنتج اقوى الاعمال وفيهم اقوى الافكار هاي تعمل فيه وحتى كتجيب مناشئتي كتجيب ضيف تتخلوش تاكل وملوخية وتحكي حاجة وتحب الملوخية وبنتك تشبه البوها ولا وانتش كوني يعاون تحكي في تفاصيل شخصية تحكي في تفاصيل شخصية هذيك التلفزة نحب نقول حاجة راهي بش نقع بش نخرجوا من جلد الذيت وانقدوني مثالش انا ابتاع البلاد هذي انا اخرجت لمشيت المصر انا منيش انانية انا نمن عندي حلمة عندي حلمة بش نتلمو علا طاولة عندي حلمة بش يكون فهمة تواصل بين الاجيال عندي حلمة بش يكون والفرقاء السياسيين ولا المثقفين ولا الغير المثقفين يتلموا على طاولة عندي حلمة بش نشوف تونس فيها كل الوين الوين فيها فضاء يتسع للجميع عندي حلمة بش نشوف تونس فيها الشباب ليقي بلاس والكبير ما نحطوهش ما نعطيوهش ما نحطوهش على البنك ما نخرجوهش تقاعد وهو ما زال عنده ما يعطي عندي حلمة نضرب عليها بالبنية وبش نقعد نضرب عليها الحلمة هذيك اذا فشلت تونجي قول فشلت تونجيك اومي ما نقولك سمحوني فشلت حاولت اما غدوك يبشي هز ربي متاع ونيقف قدام ربي بش نتحاسب انا عملت اللي عليا عملت اللي عليا البلادي عملت اللي عليا للي اصغر مني قدرت اللي اكبر مني خدمت اتعبت جوني باكي تيلة سين جوني با بسي اللي بغاء انا نتعارك انا نقوم بندالي ونخرج من فرشي ونضرب البنية على المبادئ والقيام والثقافة واللي تحب انت عليها الكل هذيك الكلو نحلم بش نوصل له اما اذا ما نثنيوشو الركبة ونقوم ونخدم وننتجو كيفاش بش يجي التقدم كيفاش بش نتخلصو من رداءة حسيت فاما وجيعة سوسنو حتى عينيك معناها مدم